اختتمت لجنة البرلمانية الخاصة بدرسة برنامج الحكومة اجتماعاتها بالموافقة على برنامج الحكومة الجديدة لمدة ثلاث سنوات مقبلة هذا وأعلن المستشار أحمد منع الأمين العام لمجلس النواب أنه تقرر تقديم موعدا عقد الجلسة العامة للمجلس ليكون بعد غد الخميس لملاقشة تقرير اللجنة بعد اجتماعات مراثونية على مدار ستة أيام متواصلة اختتمت اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب اجتماعاتها بالموافقة على برنامج الحكومة الجديدة لمدة ثلاث سنوات مقبلة تنتهي في عام 2027 المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة الخاصة وجه الشكر والتقدير للوزراء الذين عرضوا رؤية الحكومة الجديدة بمصدقية ووضوح مشيرا إلى وجود تنصيق متبادل بين أعضاء الحكومة الجديدة في جميع الملفات مما يبعث بالتفاؤل للشارع المصري 11 جلسة مطولة عقدتها اللجنة البرلمانية لبحث برنامج الحكومة الذي ضم أربعة محاول رئيسية تشمل حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية وبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني اللجنة استمعت لشرح مفصل عن خطة الوزراء بالحكومة لتنفيذ مستهدفات الدولة في مواصلة بناء الجمهورية الجديدة من جانبه أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن أعمال اللجنة الخاصة لم تقف عند دراسة برنامج الحكومة فحسب لكنها عبرت عن ممارسة تشريعية ورقابية جادة وقدمت نموذجاً ديمقراطياً يليق بمكانة مجلس النواب ومن المقرر أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن نتائج أعمالها للعرض على مجلس النواب بجلسته القادمة وحسب المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يصدر المجلس قراره في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضائه خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه وفي جميع الأحوال يجب أن تزيد المدة على 30 يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها